مباراة كلاسيكية بين السيابية والمكشفة أوفت بكل وعودها دينا فيها كل شيء الأهداف الاندفاع الفنيات والاحتجاجة الاخنيسي البدري ديو صنع الفرح في تنقل بنزارة الفرح للترش ثنائيا للخنيسي وبونتو للبدري واللي كان مصدر ضرب الجازاء كذلك ثلاثة لقاءات ثلاثة بونتو للخنيسي وتمرير حاسمة والبدري زوس أهداف واربع تمرير حاسمة أني سياسيني أكدوا أنهم من العناص القادرة على قلب المعطيات في أي لحظة وبداية قوية لثنائي هجوم لمكشفة السيابي السيابي للمرة الثانية في الموسم كمضايف يتقدم في النتيجة لكن ما ينتصر زيما شنوى المشكل التغييرات في التشكيلة ما كانتش كبيرة مقارضاً بآخر مباراة سليم الجاندوبي مكان المسعد في السيابي وكوه مساسي مكان كوليبالي وبينيوس الحمد لله مدام عندي أفكتيف معد التوى أسيريش وكل بتقريب في الإيكيب نационال ديطانس عطان يرتاح هذا قال لما فضرة طويلة مرتاحش قال للماتش شيء يمكن نرتاح واحد تاني هذا هو معدام فما حتى شيء أما كل شيء واضح وخمسة وعشرين دقيقة أولى حماسية ورينا فيها كل شيء وليدخلى السيابي بقوة محاولة أولى من العونالي بعد كرة ثابتة كورته مش بعيدة والثانية ناجحة لابن التاراجي المعارل السيابي اللي بتصوير في زاوية تسعين إغالة بن شريفية عشر دقائق لعب أبناء دريدي كانوا الأحسن مع بداية المباراة فضل الضغط ثلاثي وسط الميدان جلاسي المدعوة أخيراً للمنتخب بنوا الناس فضل فنياته والسعيدين اللي كان قريب من الثاني بعد تصويبه من بعيد كورته جانبية بقليل أمام تاراجي غابت عليه الحلول ومنجمش يفرض أسلوبه على غير العد خمسة وعشرين دقيقة لعب البادري في كل مكان بمجهود فردي يتوغل في وسط دفاع السيابي يدخل معهر سايسي والحكم يصري بعلي في ثاني مباراة له في الموسم يعلن على ضرب الجازاء مع انذار مدافع السيابي سواء الورقة الحمراء بمأنون انذار الثاني الحقيقة معناها البنالتي فهم منها وتتعطى معناها حتى كرتون رمال عادية أما لولانية ممكن فيها حتى شيء الاخنيسي يتقدم يعدل النتيجة نقص عددي خل المدرب الدريبي يقحم المدافع حسني مكان المهاجم الجندوب التراجي حاول استغلال تفوقه العددي لكن غاب التجسيم على الاخنيسي ورغم تواغلات البدري اللي يمثل مصدر إزعاج لدفاع السيابي مجاش الهدف واللي في هالعملية طالب بضرب الجازاء وغاب استغلال الكرة الثابتة على غير العادة ولأول مرة التراجي ينهي الشوط الأول المتعادل في بداية الموسم الحال مع بداية الشوط الثاني كوليبالي يدخل مكان مشاني والإفواري يلعب في المحل السيابي يلعبوا بعشر معناها من الميتان لولاني وصفواري يبدأوا يتعبوا حتى يصير لبلان فيزيك معاش ينجموا يشدوا معنا كوليبالي منه أكسيال ومنه اللي يتلعب بالكورة ويلعب معناه يعاون أكثر الوسط ثلاثة دقائق في الشوط التراجي يهتدي لشباك القصراوي بعد ترجيع كورة منها الأخير مشكلة ما يلزم الاخنيسة في الاستقبال يتوغل يخرج البدري دون تعقيد يسجل الهدف الثاني والأول للتراجي في الشوط الثاني منذ بداية البطول هدف رفق غضب جماهير السيابي على حارسهم وصل حتى لتوقف اللعب بعد رمي الحجار رغم النقص حاول النادي بن زرطي تهديد مرمى بن شريفي عن طريق بن والناس والعنالي لكن غابت الناجعة في المقابل التراجي قريب من الهدف الثالث لكن القصراوي يمنع بجير في مناسبتين من الهدف البونت يسخن اللي يجي معه 67 قيقة لعب بعد جملة كوروية ممتازة الضوادي في العمق اللي بجير الترويذ والتمرير لشمام اللي وزع تمويهم البدري والاخنيسي كما جات يسجل الهدف الثالث التراجي بتقدم ثلاثة أهداف حاول مجارة المباراة وتحفر لشم اللي عرف يستغلوا زملاء جلاسي بعد ما توصلوا لإضافة الهدف الثاني عن طريق القائد السعداني 18 قيقة قبل النهاية وبعد تمرير حاصمة من بالعربي وهي الثانية لية في الموص المباراة تصبح أكثر تشويق وكورت الرابع ضي على الخنيسي لكن الفوز الثالث على التوالي زملاء بن شريفية ماذيعش في مباراة دفاع وقبل فيها أهداف بعد سبع لقائد بين الموصم فارض وحالي في الجهة المقابلة السيابي يخفق في تحقيق ولو نقطة ضد التراجي في سبع لقائد الأخيرة المتتد موش لاربيت اللي خسرنا نحن عماني أغلاط هما اللي يكلفونا للماتش وخسرناه كما ما تسليتوا صعبنا شوية الماتش على الارواح نصرتوه معنا البونتو الثاني متاعسية ببالارتية اللي نورما بونتو كما أكايا ما نقبلوش ولكن على كل قائدنا جاريو في الماتش المهم اللي تروى بكنا شوفتك حتى أنت بالبنك متقلق مسخانة أنا متعب بكل عرق خاصة أننا جئت هذا الشمس مقابلتنا بذبط اليوم قد قلت ترى التمبيراتير تسعة وثلاثين درجة مع الترطوم مع الترطوم مع الواعدة ربي عاونوا من لعبية متاعنا كل إذن هذه ملخص مبارات نادي البنزارتي والتراجي نادي البنزارتي كما قلنا ثالث هزيمة له منذ بداية الموسم أسوأ طبعا بداية موسم في تاريخ نادي البنزارتي تحليل الفني شنو الحاجات اللي شادوا انت باك نبيل في المبارات هذه وشنو الربما الحاجة اللي صنعت فارق بين الفارقين نشوفهم معاك في تحليل وبعد نحكيه طبعا معكم بالنسبة للمقابلة معناها المقابلة كانت أحلوة خاصة ثلاثين تخيقوا لناي يعني كان متكافأ نوعان نقفو شوية كان متكافأ نوعان ما معناها اللعب في بداية وحتى الفانسانك مينوت اللعب كان تقريبا معناها متكاف شوية متوازن معناها متوازن المبارات متوازن شوية مع أسبقية معناها للتاريخ التونسي شوية ولكن شفنا خلنا نرجع الساعة وبعد التروادي وبعد نمشي للتحليل كل كل شفنا الساعة الوقفة متاع التاريخ هي نفسها تقريبا وفي الاربع اثنين تلاثة واحدة مع تغيير معناها في وسط الميدان اللي هو كوليبالي كان موجود على دكة الاحتياط واقحام منذ البداية شفنا كيف كيف بدري عالمين شعليري موجود والخميسة قدام الاربع المدافعين هما نفسهم وبن شريفية في المرمى كيف كيف رسم التكتيكي بالنسبة لنادرياد بنزرتي الاربع تلاثة تلاثة مع تغيير معناها في رأس الحربة اللي هذي ثالث مقابلة تقريبا لسعد ريدي قاعد يلوج على لتاكون اللي الفكاس اللي بش يعاونه اللي انه كبدأ بلاعب اسمه مديناء حاجة كما هكا ثم جاك مديناء المباراة الثانية كان موجود المسعدي المباراة الثالثة كان موجود اللاعب الجندوبي نشوف كيف كيف معنا الفكر تقريبا أو الاسلوب اللاعب هو الضغط العالي التاريجة التونسي معروف مع فوزي بنزرتي الضغط العالي ديما نشوف هنا ندريد بنزرتي كيف كيف طبق نفس الخطة تقريبا طلع الفوق على التاريجة التونسي وضغط نشوف هنا ثلاث اللاعبين تقريبا في ترنت سنك أو لترنت متر متاع التاريجة التونسي نشوفه معناها بريسين كولكتيف ناس كل مع بعض كل حتى الديو دومي ديفونسي مش تلقاهم في ترنت سنك هنا ناقفوا شوية معنا ثم الضغط عالي القدير مقلق التاريجة التونسي هي فكرة فكرة متاع مدرب اللي نحن نحن يضغط على التاريجة يضغط على التاريجة اللي ماعناها اللي حرمانو من إخراج الكورة بالطريقة متاعها منعتادة نحن نشوفنا هنا نسوف تلاغت وعلى هنا كيف كيف شوفنا الديو دومي ديفونسي تقريبا موجودين كيف كيف في ترنت سنك متر وحتى الأربعة الاربعة مدافعين مش تلقاهم على على الشتر الميدان هنا تقريبا حتى الـ 25 دقيقة نجح فيها لسعد الله هذا لي نسوف نقول كما يحب الكرة. اخلاقوا العديد من المشاكل. ولكن تعرف ان التراجي عنده وسط ميدانة. تكنيك كبيرة. برشة معناها الفنيين. يخرجوا ولكن قلقوا. نمشيوا. كيف كيف? نتعديو. هنا بش نحكي. على الان في ملاعبية صغار. شوف راضي في ظرف تقريبا تسعة ثوانية اللي كان الضغط موجود في في العشرين متر متع تراجي التونسي. شوفنا هنا وليو ثمانية أورى الكورة. شوفنا هنا سبعة وهذا اللاعب الثامن. وحتى التاسعة راجع عمغادك. نكمل اللاعب التاسعة عمغادك. يعني هم لعبين. معناها وقت يظهر القدام موجودين. وقت تعدى الكورة. ريدول الليل. نسكل أورى الكورة. كان تقريبا لا تكون. وهذا كان تقريبا معناها تبقته في العشرين خمسة عشر خيقين قلنية. قبل قبل المتسير معناها من بعد ضربة الجزائي. ضربة الجزائي. ضربة جزائي. والوكا الحمرة تبدلت الأمور. ولو لنا ثم نقص عددي. ونمشي هنا ترى التونسي كيف كيف الضغط هو نفسه. المعتاد. ولا معناها القدام. كيف كيف كل كل لاعب. معناها في وسط الميدان عنده لاعب قدامه. ننسكل تضغط مع بعضها. شوفنا بريسين كولكتيف. معناها بتاع فوضي بن زهرتي. بتاع تراجي. اللي عودنا به يلعب فيه خرج ميدانه. في داخل ميدانه. هنا بش نحكي. نقفو شوية. نقفو شوية. هنا بش نحكي ثم نزل قطاع تومل. ثم الهدف هذا. تعتارجي. وثم الهدف الثالث. شو نشوفوا التناغم اللي أصبح موجود خاصة في الخط الأمامي بين البدري وبين الخنيسي. شوفوا الكورة هذية الخنيسي خرج ولا اكسنتري. بعد افتكاق الكورة ولا اكسنتري. دونك البدري مشى دي راكت هو ولا اتاكان. شوفوا الكورة كيف كيف. معناها ثمه 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 رفليكس معناها آآ سبونتاني من الخنيسي اوب دريكت تعرف. ما غير ما هزراس اوب كورة بدري موجود. كيف كيف نشوفوا الهدف اللي بعضه. وشوف وشوف اللاعبين معناها. هذي زادة تدل على ديمة تواجد. معناها ديمة التاريجة. حولون إذا فيه. يهجم. يهجم أكثر عدد اللاعبين. شوف هنا لاعب وثنين خالطين مثالي. ولكن هنا نحكي على التناغم بين الخنيسي وبين البدري اللي أصبح ملحوظ. كيف كيف. هنا نشوف الهدف. نقفوا شوية. نقفوا شوية. نعود ورجعها شوية. كان نجمه. بالباس اللاني من الذوادي. شوفوا. عاودوا. الباس من الذوادي طويلة. شوف نشوف. ولا نقفوا شوية نقفوا. نقفوا. شوفوا. رازي. تساعد بي. نقفوا 30 متر هنا. نقفوا. نقفوا. كيف كيف. نقفوا. 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 نقفوا من البدري. والخنيسي يعرف كين ويعرف في بيله. معناها تم اوتوماتيزم صار بينهم. يعرف لي. الخنيسي جاي. تخليها. تخليها. تخلي خنيسي حت الكورة في الشبكة. نشوفوا. هذا محكمة. هنا أجل التجهد في ساعتك من هذا ال vielleicht. لا أجل الشرك ينبغي. هذا يجب أن نتوقع عن أجد ينبغي. دعاء طريق التجهد. هذا هو فضلك الآن. هذا هو محكمة عالمية. بالطبع. نحب. هنا. نرى التجهد في ساعتك. ثم يجب ان تدخل على الالوح لتجهد. هذا ليس محكمة. جملة كروية. حلو الهدف. نرجع المقابلة. بداية المقابلة كانت كما كنتك متكافة مع شوية أسباقية للتراجل التونسي. ولكن اليدر كان موجود للفوق. وتمكن من تسجيل الهدف كما مباراة للنجم للسحل. بعد الترنوعة متع الماتش. سيفري. الترنوعة متع الماتش بارابور للسيابي. هو الورقة التي ضربت الجزاء والورقة حاملة. لأنه أصبح تلعب ضد التراجل التونسي في خمسة وثلاثين أو ستة وثلاثين سخانة. وأنا نضم صوتي للصوت فوزي. لأنه مش معقول اللعب واللعبين في ثمانية وثلاثين سخانة في تيران الترطون. تعرف الترطون تولي دوبل السخانة ويعرفوا اللعبين ضعبنا. هي مشكلة لذيها بصفة عامة حكاية المباريات في في القائلة. نجم يقوله معناها في في الوقت للاربعة والتالع عشية واحد ما إن شاء الله نقول ومحالها خطر حكاية الملاعب مثل ما شادواه في ملعب لكل لكن آآ إن شاء الله إن شاء الله نتوصل وإن شاء الله سيعة ملعب بنزارة يحضر سيعة. إن شاء الله. نحكيوا عليه خطر آآ قداش عندهم مسكر. مزيل مزيل زيدا. مزيل أشغال بطيئة حسب المعلومات اللي جيت وممكن حتى آآ جام فيه وشتر العام معني يشتر العام هذا صعيب كان كان يحضر. يعني أشغال بطيئة حسب. يعني أشغال بطيئة. يعني يمكن النجم يوقع إذا كان إن شاء الله يسرعوا الأشغال يخلط سيابيه في الفوز الثاني متع شرمبونا نجمي يكمل الموسم تعوقاتي. مش ما أقول نتصور النجمي يسرعوا شوية في يخفوا شوية. بشي يرجع النادي البنزارتي يلعب في مكانه آآ التابعي لأنه أكيد أنه حات الملعب يأثر على مردود الفريق. خالد شنو تقول. بو أنا أنا بش نحكي على تلافة نقاط اللي نقتلولة هو التور نوبر اللي يعمل فيه السيد فوزي البنزارتي. في عشر أيام عديد تغييرات ما بين سواف محور الدفاع. سواف وسط الميدان. سواف الهجوم. عنده اللي شوى ما بين كوليبالي. آآ فرانكو. ما بين فرجاني شعلالي. ما بين البدري بقير. ما بين آآ المشاني. ورينا كوليبالي. ورينا الطالبي. كيف كيف يعني يعني فما مراكز فيهم فيهم شوى. والمدرب قاعد يتعامل كما يجب. سورتوه اللعاب ثلاثة مقابلات في عشر أيام. فما أنتون ديم بصراحة بدري خنيسي قاعد يظهر بطي تبتي يرينا في الهداف للسجن. فما خدمة كبيرة ما بين البدري والخنيسي. سورتوه البدري بصراحة يعني قاعد يوري في مستوى كبير من البطولة العربية. اليوم المستوى متاعه يعني في تصاعد. وهذا يمكن يخلل حتى المدرب الوطني سدعه للقايمة. متاع مقابلة الكونغو. لكن فما بصراحة بعض النقاط السلبية والهنا نجد نحكي شوى على التعامل الدفاعي مع بعض مع كالكوز اكسيان. سورتوه تشوف الهدف متاع النادي البنزارتي. كيفاش لعونال يخذي الكورة مشابيها بريسك خمستاشن مترو. باش عمل الكروشين متاعه وسجل ما لقاه حتى اكران قدام. وهذا بصراحة ممكن في بعض المقابلات. يعني بوليس بيرانس اللي نادي البنزارتي خرجوا لعب حمل. لكن ممكن كان مقابلة تكون عندها وجه اخر. اكثر حاجة شدت لي زادة انتي باي. المخالفة اللي شاتها العونالي. وكيفاش الميور متاعه تراجره تونسي مليك كان اربعة ولا فيه لعب بركة. ممكن من حسن حظ معز وحسن حظ التراجل اللي تعديت. لكن الفريق قادم على مقابلات اقوى مستوى صرته نهار ستاش عنده الاهل المصري. الاخطاء هذو ما لازم يتلافاهموا بلخاطر في المستوى العالي يتخلصوا كاش. هذا الهدف اللي. هذه اللي ممكن المخالفة. ميور تحل يعني. كان ميور فيه اربعة ثلاثة ملاعبين ولا لاعب بركة. وهذا الهدف اللي العونالي يخذها ممكن من من عشرين متر ومشابيه قبل ما يسدد. وهذا في فريق يعني كيمة التراجل اللي قلنا عنده مواعيد كبيرة مع فرق كبيرة. ممكن هذو ما يعني حاجات اللي من بعض يتعبوه ما ينجم شارجة حتى في الفيس كور. حتى نقطة اخر زيدا بالنسبة للتراجل كنت مش نحكي عليه. صارت في الكوباراب. وصارت في الماشي السيابي. هو رولش موم بعض ما ما يخوا سباقيا لينو في كوب دافريق جاي نحن نحكيه على التراجل شامبيونز ديج. على التراجل متاع النهار ستاش ونهار سباعتاش للمقابلة ضد الاهلي. يزم. لانو رولش موم في 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 الشامبيونز ديج على مستوية مع الاهلي ومع فريق كما كي معنا تو بي كاش. دونك. هنا نحاولو ديما نقعدوا مركزين الاخر وقت لانو شفنا بعد بعد تروزا عه صار رولش موم معنا يكيبها ديس مركات سجلة الهدف الثاني. واللي تلعب معنا معنا تقريبا معنا في عشرة دقيقة الخرينية تعدى وصعب. دونك نحاولو معنا يكون التركيز الى اخر دقيقة معنا. يعني سنوني سار في نيدي البنزارتي باش يبدأ البداية هذي يعني انتع الموسم انتاعه. ثلاثة هزيم في ثلاثة مقابلات الاولى من البطولة اسوأ بداية ليه في تاريخ البطول. يضري من سوق وحظو زادة القرع. العاب مقابل نجم الساحلي وخسرها في دقيقة الاخرى. شفنا اللي كان سباق بفتاح النتيجة. لكن بعد ما ما نقدرش يستحفظ على على التقدم. في جرجيس تنقل صعيب. تنقل يعني طويل بالحافلة يظهر لي الجرجيس. كانوا تأثير سلبي يعني بدني سلبي. المقابلة الفارطة يعني بداية طيبة وقلق الترجل في مناتق متاعه. لكن بعد ورقة الحمرة هي بدت المقابلة. كنشوفوا مثل ثلاثة مقابلات سفر نقاط. لكن ممكن آداء يعني ما هو شخوف لأن العرب يزد درسير حاضرين. ترجل رياضي حاضر عنده فسقي ثمانية تسعة مقابلات. بعد البطولة العربية وزز مقابلات أخرين كيف كيف نجم الساحلي فريق معني هل المشكلة بنيد بنزرتي في القرعة سعى البطولة. معنى قرعة البطولة. كان جامع في رق اخرى كان ينجم يعني كان نجم كان مقابل يعني مقابل ترجل رياضي كان متقضل في نتيجة في شوطل لاني كانت نجم تكون مقابلة أخرى كي من كان النجم يخسر كما كان النجم يربح. آآ ندرسي بنزرتي ممكن عنده مشكلة في الهجومية يعني آآ ثلاثة مقابلات سجل هدف وحيد وقاعدة شاك فوا المدرب سعدالي دي فركس على التوليفة آآ آآ الهجومية بس غير زادة عنصر فعار في وجوب من ندرسي بنزرتي. بس سعدالي دي فعارة معنى حضوره عالميدان هكا ولا يفهمي. ولا يمنكر ثم مع معطا. ايه هو. ثم حاجات مع رش كانت منو بيهم ولا ليه. مثلا اسكند القاسري آآ عمره ما ربح النجم كمدرب. آآ لسعد الدريدي في تاريخه في البطولة. عمره ما ربح حتى رجي مع كل فرق اللي يدرب. من عرش دي مو بيهم لحكي تنوه. لحكي تعلازو سفرقه ومجدين ما تربعها. ايه. ايه. الارقام ما تغلطش رازي ما زادة حتى ونعطيك راقم. يعني لاسعد دريدي عام نيول مع الملعب مع مع النادي بنزرتي قعد تسعة ما تشويت ما خسر حتى ماتش. ايه. منجح في المهمة تاعوه هي المنتين. اليوم عامو تلات ما تشويت في شمتوين اخسرهم الكل. ام. يعني نجي نشوف في السيابين ناقل نفس اللي في كتيفة بارمير بصغير اللي خرج. او نسميلك قاسراوي حسني اللي حبيبية كن السعيداني. يعني ملعبية لكل اللي تاج خرج مشال الملعب القابسي. حمزة المسعد يسليم الجندوب ببنو الناس في راسب العربي حذرية. اذو ما كل موجودين. معنا من عمليون قاعد والسنين دون كنجي نشوف. يعني فما حاجات قاعدين اخطاء يتعاودوا ما تسلحوش. وذي بنجموش اللوم على مدرر في عشر ايام العبطة في مقابلات تصور عنده تلفي نجم يسلح. يعني ممكن انا بالعين مانيش فني ما حاجات تليتهم. يعني نحكي لك مثلا بنتو الشرميتي اللي يسجلوا بتاع الاسيابي كان اثر كولة ثابتة. اه كيف كيف بنتو جرزيس اثر كولة ثابتة. اه الهداف تعالى ترجي ذي تنسي اثر اخطاء دي فعيو. ما ننقصوش مميريتم تاع ترجي والمنافسي اللي اللي لعبونها من ادر بنزرتي. يعني الاخطاء هم بيدهم تقريبا يتعاودوا. دونك ثم خلال ثم مشكل فني يلزم اللي يتار الفني واللي معاهو الملعبية يحاود يراشو اللي خطاء هذي. وحاجة اخرى مهمة. جمهور ندي بنزرتي اللي والله صعيب برشة. جمهور البنزرتي اللي ندي بنزرتي اللي خرج ملعبية من ما تشم تاحهم. ورياكشون تحمد القصراوي. اللقطة هذية. هنعلقونا على اللقطة نتع القصراوي في. ومنقولش جمهور كله. بشنا 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 بشتحكيوا عليك. فشتعلقو عليها. اللقطة هذية اللي صارت آآ البيرحة هذية. خسراوي والجمهور اللي بنزرتي. هو ممكن آآ مبعد آآ حمدي حاب يفسر شنين الرياكسيات. او حاب بيتوجه برسالة وكننا نتبعوا في المقابلة نسكر في المباشر وحتى على مستوى اللي للإذاعة. سمعنا كلم باذيء خرج. آآ جمهور كان بدا انتي في حاجة للجمهور بتاعك شيدز معاك. يجيش الجمهور ذاتك صحيح انتي محترف. لكن كمام معنويا يمسك الشي هذي. وذي الكلمة اللي قالوا. حمدي حمدي ما تصورش كلام من فراغ. ملاعب يلاعب في عديد الفرق والعب في التراجي وغيره وغيره. نتسور انه جمهور السيابي عنده دور بشيدز تاو مع مع الفريق متاعه. نذكره عمله الغسلات اللي عشان انتي بنزرتي. فالاخر منع الفريق دونك الجمهور يعود يراجع نفسه شوية ويحاول يدزم على الفريق متاعه. لا وعمل المقابلة رازي. خبار الكورمت على الهدف الثاني. عمل مقابلة كبيرة لانه تقريبا. حمدي. حمدي. حمدي كسراوي. دوت روزوكازيون نات مع سعد بقير في دفستيس في ستة متاعه. يعني الجمهور خطر متغش على فريقه اكثر. مش على حمدي. رازي هم يصير ذاتي. حمدي تواجه الجمهور بشيقف مع جمعيته وبعض المقابلة. ماذا بيك ما تحكيش خلي جمهور يعني يعمل ريكسيون لحبه. لانه مش جي تحكي مع جمهور فما يعني برش عباد نجيب تتكلمهم. تعدد كم المقابلة متاعكم بعد جمهور فما اللجنتان اللحباء واللي يحكيوا مع جمهور. يعني موش معقول زي تلع مقابلة متاعكم. يعني انت رأي انت ملاغل مدوش يحكي مع جمهور. مع جمهور ميزم مش حتى ريكسيون. اشو بصراحة دو بريفيرانس سبع دعال اي كونتاكت مع صورتو مع جمهور. والناس كل تارف جمهور نادل برزارتي. استان ببليك يحب يرى فريقه كبير ومن حقه ونادل برزارتي فريق كبير. اتعدى بغسرة الموسم الفارت ماذا بي يقول سنة نبدأ الموسم على بكري ونحب الراكل شايف ثلاثة ما تشويت. من سوق حظ واللعب زي ما تشويت كبار. وواحد لكن هذا حد ما شك بصراحة في اخلاق حمدي الكسراوي اللي ما هوش من الملاعبية اللي باش يعمل ريكسيون خايبة ضد الجمهور متاعه. ونفس الوقت جمهور نادل برزارتي جمهور كبير. اكزيجان صحيح. لكن ساعات فما ظرف اللي حتى جمهور ما هو مالورزمو احنا في تونس الجمهير كل تحب النتائج وطالب والدزل الملاعبية والمسؤولين وصعات تتصرف حتى بطريقة فيها شوية يعني يعني عنف لفظي. يعني من حسن يعني من مستحس ان اللاعب يخلي الفترة هذه ساعة سورتهم بعد المقابلة تتعدم بعد فم كلام. ومن مشيروخها جمهور نادل برزارتي يعني توا ساتيوية سون والات كريتيك. وقت لابدى عندك بوكوت جان جوار. ستزيد عليهم شوية بشوية ببرشة ضغط. رأو وقتها بش تكبل الاستقيم وممكن حتى الاستيوازون طولي عصد. به ثم كلم على عودة ايرامو للترجير يذي التوسي. طبعا مهاجم الاسطورة. نتعال التلجية ونشوفو التقرير هذي وم بعد نرجو نحكي عليه. موسيقى موسيقى مايكل إرامو 32 سنة عاشق الشيبة الأيام القادمة قد تعرف عودة لابومبا للحمرة والصفرة بعد ستة سنوات في فريق عرف في أحلى أوقاته في مسيط هو اللي كان هدف البطولة لموسم 2008-2009 و2009-2010 ورفع ألقاب بالجملة مع المكشخة ثلاثة بطولات ثلاثة كؤوس رابط أبطال عربية 2009 كأس شمال إفريقيا 2008 ألقاب بالأبواب الاحتراف من بوابة البطولة التركية من جامب 2011 إلى 2016 مع زيفا سكور بشكتاش كاردومير إسطنبول باشا كاشكير مانيا سكور الحصيلة 146 ماتش و45 هدف إنه رامو ناطل يقول إنه رامو يقول إنه رامو يقول لتكون آخر محطة قبل العودة المحتملة للنكشخة في مارس 2017 مع الاتفاق السعودي خمسة ماتشوية مركبية هنبولة نوقع على أول أهداف أن رامو إلى كاليكون خذوها تجرب وشاة وعاد بأول أهداف مايكل عنده إكسبريونس كبيرة والأمباكت كبير متاع وصل لبلومنتال حتى بسيكولوجيك مع الأولاد ومنا نساوش اللي مايكل عنده إكسبريونس كبيرة صحيح مايكل مواش متاع 2007 ما عنده أندي فيه اللي هو بينه بيروح ويعرفه مرحبه بيه نملع بيدي نحبه برشة ماتعاونا برشة قبل فترشي مدرب عندي برشة ماتكت مع علاقاتنا طيبة حتى كمشي لتورك كان ديما بدي صال معي أرغب بيش يرجع أنا ما أقولوش لا مرحبه بيس يا حمدي مد ما زادك كيف قال ما أقولوش لا نعتبره ولده درجني ولدنا فأنتي وربي عادي الوقت الطيب فهل تكون العودة لتونس لبلاد عشقها والسانس بنام تحياتها ويعرف عليها كل كبيرة وصغيرة وحتى شريك تحياته اختارها من تونس والسؤال الزعمة لا بومبة كان يرجع لشيخ الأندية ينجح ويكون في نفس القيمة الفنية والبدنية لإرامو فيرسيون 2006 حاب قولوا أولا أنه إرامو حتلتاوه ما زل ما ما صحح شو مع الترجي ثم اتفاق الرسمي حاصل ثم اتفاق بشبه رسمي معناها ويتدرب معناه ويتدرب مع الترجي متدرب فهمي جمهور ترجي حاب يعرف إرامو بصفة رسمية نجمو نقوله في الترجي نقوله لأنه الاتفاق حاصل اللي طرفاني معناها راضي بالليعب ثم جايزية بدنية بتاع إرامو نقوله مسألة وقت ولو أنه معناها ترجي نتصور أنه وقت اللي خمم في مايكل ومنتصورش من فراغ أنه بش يتم الإمذار مايكل إرامو حتى الصفقة ماش بتكلف حد شاي لترجي لترجي لتونسي ماش حاجة حاجة اللي معناها نقوله بمبلغ خيالي جاي بصفقة عادية وشيخه أجرة شهرية ويتدرب وظل يداروا ترجي يعرف المليح وديما موجود في البارك ترجي لتونسي ممكن حاجة خلني نقول أنه في البطولة العربية ترجي وقت اللي اللي الخنيسي خذي ورقة حمرة شكون المهاجم الوحيد الموجود على البنك اللي يعوض هو موجود هيثم الجويني يعني أبر هيثم الجويني ولو الخنيسي ما فماش مهاجم آخر دونك قاعد يلوج الترجي على مليعب آخر بش يكون مهاجم آخر إلى جنب فمنقاوش الحل ممكن أقرب حلو مايكل إرامو وليه ممكن الحاجة اللي ما تسعدش برشها في النقطة هذية معني اللي سنتعلى اللي اللي تبعثت للكافت سكرت لنستغلوا كام في البطولة والكاس مبدئيا معني مايكل إرامو مو شلع في كاس ربيت لابتا خالت، فس تعليقك على عودة إرامو للترجي؟ أنا الرأى اللي حاجة بيه سيبان دات الركنيسان خاطر مايكل إرامو عنده اسم عنده وزنه في الترجي عدم فترة بيهة جمهور ترجي يحبه المسؤولين كيف كيف يعترفوه بالجميل يظهر لي ينجم في دانزان فولي ينجم يعاون الترجي في البطولة في الكاس، كاس إفريقيا ما يخلطش لأنه حتى المستوى ممكن أعلى مع تقدمه في السن ممكن لو ترجي يقتربه شيخوا لاعب أصغر يكون في مستوى عالي في مستوى يعني كمتاع ممكن ألفين وعشرة في مستوى مستوى مايكل كيف كيف الفترة اللي عادية في الترجي رادي تونسي لكن نحكي على مستوى البطولة والكاس أكيد أنا متأكد اللي نجم معاون برشة الترجي الموفيولة يا سيدي ثم الموفيولة مثل مايش ثم الموفيولة أو بحذين التندي ما في تار الموفيولة نمشي ونزرت طبعا هناك خطأ موجود نرجع لقصة الاحتجاجات أخي رازي المبالغ فيها تصور خطأ من دقيقة 15 وتم التنفيذ لتقريبا دقيقة 17 تأخير مبالغ فيه واحتجازات في بداية موسم زايدة بصراحة نبع لجميع اللاعبين يعني بصراحة احتجازات أكثر من تلاحظ التوقيت أمامنا في أعلى الشاشة من دقيقة 15 لتقريبا 17 دقيقتين اخطت وقت في تنفيذ خطأ يعني مبالغ فيه لاحظة التنفيذ 16 و 58 ثاني هذه النقطة نبع على الحكام وبعدين نرجع لعملية التنفيذ المسافة القانونية حسب الصورة موجودة مسافة قانونية تقريبا 7 أمتار أو 8 أمتار يجب على الحكام يعطي المسافة القانونية 10 أمتار أو 10 ياردات حتى لو كان زايدة شوية يعطي مش مشكلة لأنها كرة القدب بأهداف أجمل أهداف جي من الكرات التابتة مثل هذه أعطي المهاجم حقها في الكرات التابعة نعم نشوف اللقطة هذه أثرة فما يعني قالوا انذار للعب شوف اللمس واليد موجودة ولكن لمس بسيط ما هوش دفع صريح خلي نكون واضحين هذوم اللقطات نخلي اللقطة هذه لو سمعت نرجع نرجع اللقطة هذه لولانية اللي جابت الانذار الأول هذوم اللقطات سنة الفارطة قلنا عليهم برشة رأهم هذوم اللاعب ينجم يحط يده عنده بالفترة يحط يده يحب يعمل مخالفة لمس بسيط لا يرتقي لمستوى مخالفة معنات هذوم من نلقاهم بالعشرات سنة رأهم عشرات ضربات الجزاء فماشا كانت دفع صريح سنة كان يتظفروا لكلهم رأوا مئات المخالفات وعشرات ضربات الجزاء فنكوني بالنسبة لا يوجد سيطرة على الكرة شوف اليد مشات ولكن شوفوا طريقة سقوط طريقة سقوط مبالغ فيها وفيها نوع من المغالطة للحكم ولهذا بالنسبة لي أحنا لا توجد أصلا المخالفة بتاتا ما نحكيهش عن الإنذار نعم اللقطة الأخرى لقطة ضربة الجزاء هجمة قريبا خطيرة كان في فرصة ممكن يسدد أو يعطي تمريرة العرقلة موجودة ضربة الجزاء كلاسيكية إنذار مستحق وطبعا شوف هذا الإنذار الثاني في ضرف أربع دقائق قريبا خمس دقائق ما بين الإنذار الأول والثاني هنا طبعا الحكم يجب أن يركز خاصة الإنذار الأول حسب تحليل طبعا سميل يسر الإنذار الأول لم يكن مستحق ولا يوجد أي خطأ هنا خطأ الحكم صراحة قاسي نوعا ما لأنه يستوجب عليه إنذار الثاني وبطاقة حمرة نعم نكملوا على وتقريبا نشكر اللاعب لو سمحت نشكر اللاعب شوفنا التقرير أعترف بالغطاء أو بالكارت الأصفل الثاني وهذا يشكر عليه وهذا المفروض يكون لعبين على مستوى هذه العقلية نعم بربو اللقطة الموالية هذه بش نشوفه زادة مروا عليها بش نشوفه إنذار مجاني يخذ فيهم اللاعبين نمروا لللقطة خليها تواصل خليه تواصل اللعبة الخطأ الحكم سيطر على اللعبة ثم يشوف احتجاج ومعه إنذار مجاني من طرف اللاعب الحكم مدمركز جيد مخالفة واضحة وصريحة ثم يقوم بعملية هذوم الاحتجاجات اللي يقوله إنذارات مجانية اللي كان يجب يكون عنده إنذار آخر شوف الحكم على بعد ثلاثة أمطار مسيطرة على اللعبة نحن نحكيه في الإنذارات المجانية تهم بعد زميلي وحيد نعم نحن نحكي عن إنذار مجاني آخر في جولة ثالثة هذومها اللقطة الأخيرة تقريبا شوف الإشارة في أقصى الصورة طبعا في كورة داخل الملعب طبعا في بداية كورة ما كانتش مؤثرة لكن تقول الكورة دخلت في عملية تأثير الحارس مسك الكورة وشوف مهاجم الترجي يعني يقوم بحركة استفزازية سلوك غير رياضي يستوجب إنذار والحكم تصرف سليم أعطيه إنذار ونرجع الاحتجاج أو الاعتراض يعني في محلة بطاقة صفرة مستحقة وهنا بالنسبة لكورة في أعلى الصورة هنا في عتاب على المساعد الثاني كان يفترض أن يتدخن الكورة تقريبا كورة الثانية في نفس الاتجاه لو نرجع كانت ممكن تغالط الجميع يعني الكورة لها وقت موجودة تقريبا حتى لما رجعنا للصورة أين المساعد الثاني وحتى الحكم مفروض يلاحظ أن تشوف الكورة موجودة وكورة في نفس الاتجاه مهاجم الترجي الكورة الاحتياطية كان كورة ممكن تكون في مغالطة تدخل تحطها واتنجم بسنع كانت فيها مغالطة هو أحيانا هو قانونيا كورتين في الملعب غير موجودة لكن لما تكون الكورة يعني ملياش أي تأثير بإمكان الحكم يتغاد عليه اندارها بعيدة إليك تبدأ في اللعب يلزم تدخل في اللعب نعم 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 بالنسبة يعني مشكور الحكم على الاندار الأصفر مستحق حقيقي نعم كو؟ خفيف 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 أنا تدخل مباريت فقدت رازي هذا الفرق تدخل مباريت يأتيكم الساحة إذا نواصلوا لين ما بقيت مباريت